استقبل مطار العريش الدولي ثلاث طائرات تحمل أكثر من 75 طن من المساعدات المتنوعة للفلسطينيين بقطاع غزة وقال مصدر المسؤول في مطار العريش في تصريح إن الطائرة الأولى قادمة من قطر وحملت على متنها 9200 طن من المستلزمات الطبية والطائرة الثانية من الإمارات وحملت على متنها 21380 طن من المستلزمات الطبية والزيت والطائرة الثالثة من بلجيكا وحملت على متنها 42825 طن من المستلزمات الطبية وأدوية وحليب بودرة كما أضاف للمصدر أنه جرى تفريغ شحنات الطائرات تمهيدا لنقلها على متن شاحنات للمخازنة الجستية في مدينة العريش لإيصالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ونضيره الفلسطيني عبر بوابة ميناء رفح البرية يذكر أن إجمالية عدد الطائرات التي وصلت إلى مطر العريش منذ الثاني عشر من أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغة 501 طائرة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية